هنروح للجنباز. زي ما بنتابع برضو نرجع للجنباز ولكن حاجة إدارية. شغل إداري. شغل مهم جدا. نتعامل الجنباز برضو زي ما فكرتكم الاتحادات العامة شغل. كان فيه انتخابات الاتحاد العربي للجنباز. الحقيقة مصر فازت بعدد من المناصب. وده ما شاء الله وضع طبيعي بعد الريادة اللي مصر فيها دلوقتي في الجنباز. الجنباز المصري نجح في الفوز بعضوية. عدد كبير من لجان الاتحاد العربي لللعبة في الانتخابات التي كانت اتعاملت منذ أيام في دولة الكويت الشقيقة. دكتور أهاب أمين رئيس الاتحاد المصري على اليمين. اللي بيعمل أوكي. فهنلاقي أن المهندس أحمد طلعت فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي. أما الدكتورة لم يأعلي عبد الرحمة. ففازت بعضوية المكتب التنفيذ الاتحاد العربي لشؤون المرأة. وفازت الدكتور محمد علي برئاسة اللجنة الفنية للجنباز الفني رجال. وكمان قدر الدكتور علاء الدين حامد بالفوز بعضوية اللجنة العلمية. وكسبت سارة غنيم رئاسة اللجنة الفنية للجنباز اللقاعي. والمهندس روان أبو شوشة بعضوية اللجنة الفنية للجنباز الفني أنسات. والمهندس سيف الدين إيهاب أمين بعضوية اللجنة الفنية للجنباز الأيروبك. وفاضل شعبان بعضوية اللجنة الفنية للجنباز الترامبولين. والترامبولين والدكتور هشام عبد الرحمن بعضوط اللاجنة الفنية للجنباز العام الواب تسع مناصب عدد تسع مناصب طبعا دي اكيد حاجة تسعدنا وده ثمار جهد وعمل يعني الدكتور الهاب امين اللي في الصورة معنا لا يستأثر بشيء لنفسه بالعكس بياخد كل وبيشارك وبيكبر قاعدة الجنباز كل كوادر الجنباز بيجيبهم معاه مش عشان هو رئيس الاتحاد فينفرد بقراته وينفرد بمقاليده الامور لا بالعكس ده هو مجمع كل قصة الجنباز حواليه بيدفع بيهم في المناصب المختلفة عايز يشوفهم دايما في الاماكن على المستوى الاتحاد دولي ايدر عندنا كفاءات كبيرة استطاعوا يخشها الدكتور الهاب امين نفسه رئيس الاتحاد الأفريقي فإذا الجنباز مش بس على المستوى الفن انت محتاج تزوء كوادرك كوادرك لما بيكونوا في الاماكن دي انت بتبقى فيه يعني مركز اتخاذ القرار في هذه الهيئات الرياضية الكبرى بتقدر تساعد بها بلدك بشكل او باخر الوفد المصر كانت قابل بكل ترحاب في دولة الكويت الشقيقة وده مش غريب طبعا على الشقاء الكويتة وكمان كان فيه دعم كبير من الدولة واجهزتها متمثلة في وزارة الرياضة هنا في مصر الدكتور اشرف صبحي وده مش جديد على الدكتور اشرف صبحي